يا اهلا بكل متابعين قناة ملاخص فيلم من كل مكان فيلمنا النهاردة فيلم الدراما والحب والرومانسية والقصارة وبيبدأ فيلمنا على شاطق البحر من شاطق فيتنام وعلى مركب صغير وبتكون وقفة بنت جميلة وصغيرة وعندها 15 سنة واسمها جيني والبنت الجميلة دي بتكون راجعة من مدرستها من مدينة سيجون لبيتها في مدينة الساداك مع مموتها واخوتها الاتنين وده بيبقى اخوها الكبير بير وده الاخ المسيطر على البيت لانه شايف نفسه راجل البيت وكلامه هو اللي هيمش عليهم وده بيبقى اخوها صغير بول مش مسيطر خالص وبيعايت كتير ودي جيني شفناها قبل كده وبتحاول تدفع عن بول اللي بيتخاني مع بير وفي يوم جيني كانت نايمة جنب مموتها وبتشتكلها من بير وبتكون شايفة ان مموتها بتحبه اكتر منهم لكن مموتها بتقولها انها بتحبهم هم التلاتة زي بعض لكن جيني مش بتصدق وبتقولها ارجوكي قوليل الحقيقة ليه بتحبيه اكتر مننا ومموتها بتقولها حقيقة مش عارفة ليه فجيني بتبكي في حضنها وبعدها الام بتقول جيني انها هتبعت بير الحرب في فرنسا عشان سرق مخدرات تاني وبيشربها ومحتاجها تزبطه عشان تعدل حاله ومموت جيني بتكون شغالة مديرة مدرسة في القرية بتاعتهم لكن للأسف المدرسة دي ما فيهاش طلبة واسر جيني بتعالي من الفقر الشديد رغم ان فيه شاب في البيت مايعتبر نفسه راجل البيت لكنه على الورق لانه ما بيشتغلش وبيسرق كمان فلوس مامته عشان كيفه وبيسرف الفلوس على الحشيش والمخدرات ما هو اللي يجا حرام بيروحها الحرام وفي يوم من الأيام جيني بتكون راجعة سي جون عشان أجازاتها خلصت وهترجع للمدرسة وبتروح معها مموتها وبتوصلها للباص وبتودحها وتديها فلوس وبتمشي جيني وبتوصل للمركب اللي هيوصلها سي جون وهناك بتوصل العربية انضيفة وغالية جدا جدا على المركب وصاحب العربية بيكون واقف وبيلاحظ جيني وبيكون معجب بيها وما يعرفش ان عندها 15 سنة وصاحب العربية ده اسمه توني وشخص جاني جدا ومن عائلة غنية وعنده 32 سنة وبينزم من عربيته بيروح يقف جنب جيني وبيعزم عليها بسجارة لكنها بترفض بكل أدب وبيحاول يفتح معها أي كلام لكن جيني بتكون مطنشة لحد ما بيبدأ يعكسها فساعتها بتتكلم معاه وبتتعرف عليه وبيعرض عليها انه يوصل للمدرسة بتاعتها بعربيته وجيني بتوافق ولما وصلوا سبت المدرسة ورحت مع توني لانه عزمها على حلويات وبتكلموا مع بعض أكتر وفي العربية توني بيسأل عن مدرستها وبيعرف منها انها سكنة في سكن خارجي بعيدة عن المدرسة ولما بيسأل عن سنها بتقولوا انها 17 سنة وبعدها بيحكي لها عن أبوه اللي بيدير كل الشغل وهو نايم على السرير مولع على السجارة عاملة زي المهمة بعدها بدأ يقرب إيده من إيد جيني ويحطها عليها وجيني مش بيكون عندها أي مانع وبتحب الموضوع ده قوي وبعد رحلة طويلة جيني بتوصل للسكن بتاعها وبدأت بتحكي لصحبتها هيلين عن توني وهيلين دي موزة جمدة جدا وبتحب تمشي من غير هدوم في الصالة وتاني يوم جيني بتروح للمدرسة وبتلاقي توني قاعد في العربية بتاعته قدامها فبتقرب منه وبتدي له بوسة ماشبك على إزاز بتاع العربية وبتجري على مدرستها وبعد اليوم الدراسة ما بيخلص بتخرج جيني برا المدرسة وتفضل تدور على العربية توني لكنها مش بتلاقيها وتاني يوم جيني وهيلين بيقضوها رأس مع بعض في صالة السكن ويومها جيني بتشوف توني مستنيها بعربيته برا السكن وبتروح تركب معاه وبتقول هيلين بتبص عليهم من فوق وتوني بياخد جيني البيت صغير وسط الشوارع الديقة وبيقول لها إن البيت ده بتاع أجدادهم ولما يعوزوا يعملوا شيء بحليب على رواءان بيجوا هنا مع المزلسة اللي شقطنهم وجيني بتسأل توني إذا كان لي أكتر من عشيقة وهو بيبقى عايز يعرف هي بتغير عليه ولا لأ لكن هي مش في دمخها أصلا وكمان بتقوله إنها حاجة حلوة يكون لك أكتر من عشيقة فتوني بيتدايق وقبل ما بيفكر يعملوا أي حاجة فبيقول لها إنه خايف يقف حبها وقوم بينا نمشي لكن جيني بتطلب منه إنه ما يحبهاش لكن يعمل معها واحد شيء بحليب وتوني طبعا بيضعف قدامها ومقدرش يقول لها لأ وبيعملوا واحد شيء بحليب على رواءان والتاني يوم بيصحق وبتكون جيني متدايقة شوية وبتحكيلوا مشاكلها ومشاكل أسرتها مع الفقر وكمان بتحكيلوا عن أخوها بير الحرامي وإنها نفسها إنه يموت وتوني بيفجئها إنه يعرفه وبيقابلوا في غرصة الأفيون وبيقول لها إن أخو كبير بيدخن بشراها وبعدها بتحكيلوا إنه من وقت ما باباها مات وحياتهم متضهورة وتاني يوم بقى بيبدأ يشك إنه جيني جات معاه عشان عايزة فلوس وطمعنا في فلوسه بس هي بتقوله إنه جات معه عشان معجبة بي ولما بيقول لها طب لو أنا فقير هتحبينه ولا لأ فهي بتقوله بلاش تحط نظريات أنا بحبك بفلوسك زي ما انت وبعدها الحوار سخن ما بينهم والشيطان أخذ كرسي وقعد وسطيهم وبدأ يعملوا الشاي بحليب وفضلوا يعملوا علاقة دي أكتر من مرة صبح وليل شغالين وما تهدوش لحد ما في يوم بياخدها بيعزم على العشاء فمطعم غالي جدا وجيني بتكون مبسطة على الآخر وبتقوله إن ما متها هتقتلها لو عرفت اللي حصل بينهم وإن أخوها بير هيقتلك ومش هيسيبك في حالك وهنا بقى توني بيقول لها إنه ما ينفعش تجوزها مش بحب الصينيين وهنا بقى ينطبق المثل اللي بيقول يا تمنعونا وهنا الرغبات وتوني بيتطلع الفلوس عشان يحسب وبيلاحظ إن جيني عينها على الفلوس وجيني بترجع السكن بتاعها وهيلين صاحبتها بتكون عايزة تسمع قصتها مع توني فبتقولها على كل حاجة وبعدها بتنام جيني وهي بتبكي بسبب كلام توني إنه مش هيقدر يتجوزها لأنه ممنوع عندهم الجواز من البنت غير صينية وتاني يوم الصبح توني بيبعت السواق بتاعه بالعربية عشان يجيب جيني من المدرسة وده طبعا قدام كل الطلبة زميلها وبياخدها يوديها للبيت بتاع توني اللي بيلعبوا فيه الشجل فزاد وطبعا كالعادة عاملوا الشاي بحليب بتاعهم بكل رواءان وبعدها بتروح لهانم للمدرسة وبتكون مش مركزة خالص لأنها شكلها زودت من الشاي بحليب وبالليل توني بيعزمها على الأكل وبيقول لها إن أبوه محضر له عروسة وهي بتسأله بيحبها ولا لأ فبيقول لها إنه ما يعرفاش أساسا لكن أبوه عايزه يتجاوزها عشان عائلتها غنية وهيكون في شغل بينهم وبين بعض وهي مصالح وبتتصالح وعشان كده الجواز بتاعهم هيقرب التعاملات والعلاقات بين العائلتين وجيني بتكون عارفة إن علاقة توني بيها مش هتستمر كتير ومش هيحصل بينهم أي حاجة أكتر من الشاي بحليب اللي بيعملوه وبتكون شايفة إنهما ما يفكروش في المستقبل ولما ترجع السكن بتكلم هيلين عن توني وبتقول لها إنه مش بيشتغل وبياخد فلوس من بابا عشان غني وبتعدل أيام ويجيني في السكن وبتتكلم مع هيلين والصبح مقضيها شاب حليب مع توني وغياب عن المدرسة وهنا بنوصل لوقت الأجازة وبتنزل للقرية تقابل مامتها واخوتها وبتسلم على أخوها بول ومش بتعبر أخوها بير وجيني بتكون كارها البيت جدا وبتحب وقتها في المدرسة ومع توني أكتر وكمان شافة أن بيتها ده عبارة عن بيت رعب بالنسبة لها وبتكون مقضيها خناقات مع مامتها واللي بعصب مامتها أكتر لأنها شافتها راجع من سيجون في عربية مع راجل غريب اللي هو توني وجيني بتقول لها إنه صديقها هناك في المدينة والمجرد صديق عادي ولما بتسألها عن اسمه بتقول لها إنها مش عارفة عشان لسه راجع من باريس وبعدها مامتها بتواجهها بجواب مابعط لها من السكن القاعدة في بنتها وبيقول لها فيه إن جيني ما لميتش في السكن يومين وراء بعض وساعتها جيني بتعترف إنها كانت نايمة مع توني بيته وبير بقى بيكون واقع بيسمع كلامهم وبيسخل أمها عليها وبيقول لها تضربها وإن لازم لها عقاب قاسي جدا وبيكون بول برة بيت مرن وبعدها جيني بتقول لمامتها لو مش واسقة فيها تنقلها لسكن داخلي والأيام بتعدي وجيني بتساعد مامتها في تنظيف البيت والمدرسة والأم بتكون سعيدة وقت تنظيف جدا وبير أثناء ده بيروح عشان يسرق فلوس من مانتو بس مش بيلاقي فلوس وبيبدأ يتخانق عشان عايز يشرب مخدرات ويشم كلها تحته الكبري وتاني يوم بيكرر تونه إن يعزم أسر جيني كلها على عشاء ولما بيقابلهم بيقدم نفسه بكل احترام وهما بيكونوا مستغربين من جمال المكان اللي بيأكلوا فيه وهو بيكون مستغرب من الطريق اللي هما بيأكلوا بيها لأنهم بيأكلوا ولكنهم أكلوا قبل كده وبيكونوا مطنشين كل كلامه ومركزين في الأكله بس حتى جيني بتكون مطنشة ومش بتكلم معازها ما هي متعودة عشان أهلها موجودين وعايزة تبين قدامهم إنها مش مهتمة بيه والويتر بقى بينزل الفاتورة لبير ولما بيشوف الرقم بيبص الفاتورة لتوني وطبعا توني بيطلع الفلوس وبيحاسب والأم بتشوف الفلوس وبيتقلب حالها وبعدها توني بياخدهم لمكان يرقصوا فيه وبيشربوا وإثناء الرأس توني بيلاقي إن بير بيضحك فبيتحصب وبيقولوا أنت بتضحك علي يا ابن انت فأم بتاعتزلوا بتقولوا سامح يا توني يا ابني الويت سكر من اللي انت شربته له لكن بير بيتعصب عليه وكمان وبيكون عايز تخانم معاه لكن توني بيحد الموضوع وبيقعد بكل احترام عشان ما يعملش أي مشكلة في المكان وجيني بتقوم ترقص مع أبول ولا كأن في حاجة حصلت والأم بقى بتقضيها عيات جنب توني عشان ما عرفتش تربي عيالها وتوني لما بيشوف جيني بترقصه مبسوطة عادي جدا بيبدأ يشك تاني إنها تعرف عشان فلوسه وبس ولما بيرجعوا مع بعض البيت توني بيضربها بالألم وبيعمل معها واحد شاي بحليب لكن بكل عنفه أسوأ وبعد ما بيخلص بيقولها عايزة كام فبتعمل نفسها مش مهتمة بتقوله شوف أنت بتدفع كام في بيوت الدعارة وساعتها بيروح يجيب الفلوس وبيرميع فوشها وتاني يوم الأم بتروح للمديرة للساكن بتاع جيني وبتطلب منها تسيب بنتها تخرج براحتها من الساكن وتباد بره براحتها طبعا عشان تسيبها تروح لتوني وتقابله أول ما حضرت الفلوس بعد بنتها في ثانية وبكده مش هنعتب على بنتها اللي بعد نفسها ما هو إيه اللي بالإدراء على فمها تطلع الحالة لأمها وهنا جيني بتحكي لتوني إن كل البنات في المدرسة ما بقوش يتكلموا معاها عشان سمعتها بيقيت وحشة جدا بسببه وكمان بتقوله إن عائلات البنات شايفين إنها واقحة ومش مؤدبة وكل ده عشان بتروح تقابل واحد صيني لوحدها كل يوم وفي يوم من الأيام توني بيروح مع جيني لحد الميناء عشان بيكون مسافر الصين عشان يقابل بابا وبيتكلموا بخصوص الجواز والشغل ويديها خاتم غالي جدا وبيوضحها وبيوصل توني للصين وبيقابل بابا اللي بيكون نامعه السرير بالسجارة بتاعته وتوني بيطلب منه إن يمنع الجواز من البنت الصينية اللي جايبها له وبيقوله إنه بيحب بنتي تانية ومش هيتجوز غيرها لكن طبعا بابا بيرفض عشان الشغل بتاعه مع العائلة التانية يستمر وتوني بيرجع من تاني ويقابل جيني وبيحكي له على كل حاجة والكلام اللي دار بينه وبين بابا وإن بابا أكبره ونيتجوز الصينية وبيقوله إنه أهوال إنه هو يشوفه ميت أحسن ميتجوز البيت البيتنامية اللي يعرفها وجيني بتعمل نفسها مش مهتمة وبتقوله هو عنده حق بصراحة وبعدها جيني بتوديه المكان السد اللي مامتها كانت بتبنيه وهي صغيرة وبتقوله اللي مامتها كانت عايزة تبقى غنية عشانهم لكن الناس ضحقوا عليها وخدوا فلوسها وخدوا منها الأرض دي وبتفكر جيني إنها تكتب كتاب عن قصة مامتها وبعدها توني بيأخدها للبيت بتاعه وبيشربها شوية ويسكي من النوع الفاخر اللي بيجيب من الآخر وهي بتسأله إذا كان عمل أي علاقة مع بنات زيها زمان ولا لا وهو بيقولها طبعا عملت علاقات كتير لكن عمره ما عمل علاقة في البيت ده إلا معها هي بس وبعدها توني بيطلب منها إنها تقول وراه إنها بتعمل كده عشان الفلوس وهي بتقوله إنها فعلا بتعمل كده عشان الفلوس وما بتفكرش في حاجة تانية غير الفلوس وتوني بيبدأ يبكي عشان بيكون بيحبها وبعدها يا جيني بترجع البيت لأسرتها ومامتها بتتعصب عليها كالعادة عشان بتلاقي معها مجوهرات غالية جدا وبتكون مستغربة إزاي توني إدها حاجة زي دي وإيه المقابل وبير بيقولها أكيد بنتك بعث له نفسها وبدأ يسخن مامتها عليها وجيني بتقوله إنها عمرها ما تعمل كده مع الصيني وأخوها بيشم هدومها وبيقولها راحت برفان الصيني فيحة وإنت أكيد نمت معاه وبيعتي نفسك وبعدها بيضربها بالقلم وهي بتردله القلم وبيهجم عليها وبيديها علقة جمدة والأم بتحاول تحوش بينهم وبال بيكون قاعد برا بيلعب على البيانه وبيبتي لأنه مش قادر يعمل أي حاجة وبعدها بيروح للميناء وبيكون بير خلاص رايح فرنسا عشان يخدم في العسكرية والأم بتروح معها تودعو وعينها مليانة دموع وبعدها جيني بتقابل توني اللي بيكون حازين جدا بسبب جوازه من الصينية وتاني يوم بيكون الفرح وبيكون توني ملاحظ جيني وقفة بعيد تتفرج عليهم وجيني بترجع لبيتها وبتلاقي إن مامتها قررت تبيع معظم الممتلكات اللي في البيت والمدرسة اللي في الكارية وبتستغرب من البرنتان اللي لابساها بنتها فجيني بتقول لها إنها لابساها من شهرين وبعدها مامتها بتقول لها إن صاحبها الصيني اللي هو توني دفع كل ديونهم وديون بير ودفع له تمن الرحلة لفرنسا وبتعتذر لها إنها قللت منه وشكت فيهم وبعدها جيني بتقول لها إنها بتشوفها عشان الفلوس بس وما فيش أي مشاعر ناحيته وجيني بترجع لبيت توني من تاني بس طبعاً يكون مش موجود وبتفضل من السنية هناك على أمل إنه يرجع وتشوفه مرة كمان جيني بتكون حزينة جداً وبتبكي بس من غير ما تظهر أي دموع عشان هتسيب توني من غير ما تشوفه وهي في الحقيقة حبته جداً مزي ما كانت مبيانالو وفي الآخر بتشوف العربية بتاع توني وقفة على الميناء وبتعرف إنه مقدرش ما يجيش يشوفها الآخر مرة قبل ما تسافر وبيجي الليل وبتنزل جيني تسمع عازف البيانو وبتفضل تبكي بطريقة هسترية عشان بتكون متأكدة إنها مش هتقدر تشوف توني تاني توقفش عن حبها أبداً وإن ما فيش أي حاجة هتوقفه عن حبه ليها وبكده بيكون خلص في الميناء النهاردة ولو عجبك ما تنساش اللايك وأهم حاجة اشتراك بقناة وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات نارية كتير جداً ونشوفهم في فيديو قادم سلام